بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون صدق الله العلي العظيم العمل الذي يقوم به الإنسان هذا العمل يسبقه يسبقه أمور في قلب الإنسان يعني نحن حينما نعمل أي عمل قبل ذلك العمل مراحل قلبية هذه المراحل متعددة المرحلة الأولى ما يسمى بالخاطر يعني يخطر في ذهن الإنسان في قلبه أمرا قد تكون هذه الخاطرة التي تخطر في قلب الإنسان خاطرة عابرة لا تتحول إلى عمل وقد تكون هذه الخاطرة تثير رغبة الإنسان يعني يخطر في بالك شيئا فحينما خطر في بالك ذلك الشيء تتحرك رغبتك إلى ذلك الشيء هذه هي المرحلة الثانية الرغبة بعد ذلك بعد الرغبة يأتي حكم النفس بأن هذا الشيء الذي خطر في البال ورغبت إليه النفس أعمله أو لا أعمله قد تحكم النفس بأنه اعمله وقد تحكم النفس بأنه لا تعمله هذا يسمى الاعتقاد ثم تأتي المرحلة الرابعة وهذه المرحلة الرابعة النية أو القاصد يعني مرة أنت أنت يخطر في بالك أنه تسافر إلى الزيارة ثم بعد ذلك يحصل في نفسك أو تحصل في نفسك الرغبة ثم بعد ذلك يحتحكم نفسك بأن اذهب إلى الزيارة تعتقد بصحة ذلك الأمر لكن تفكر في وجود موانع عندك وظيفة ملتزم بها لا تتمكن من ترك تلك الوظيفة أو تفكر أنه ما عندك التكلفة والمال الكافي فلا تنوي لكن تارة تفكر بأنه لا توجد موانع فيحصل لك النية والقصد النية هي ليست مجرد التمني النية هي الهم والعزم والقاصد التمني لا يسمى نية هذه المراحل الأربعة إذا انتهيت منها الخاطر الرغبة الاعتقاد والنية هنا يظهر العمل على الجوارح تنوي السفر إلى الزيارة تذهب وتهيئ المقدمات وتسافر طبعا أحيانا الإنسان ينوي لكن لا يتمكن لأنه يوجد مانع هو ما كان يدري بذلك المانع يذهب إلى المطار بالمطار يقولون أنت ممنوع الخروج من البلد مثلا هو نوى لكن صار مانع أو نوى لكن بعديا انصرف عن هذه النية يقولها ممت ولم أفعل وكت وليتني لأن قلب الإنسان بين إصبعي الرحمن قلب السلطان في الحديث هكذا بين إصبعي الرحمن إذن هذه مراحل أربعة تسبق العمل الله سبحانه وتعالى لكي يعمل الإنسان الصالحات ولكي ينصرف ولا يعمل الأمور غير الصالحة هنا في جملة من الأحاديث والآيات نبين أن الإنسان لازم يبدأ من المقدمات يعني أول مرحلة هي الخاطرة طبعا الخاطرة عادة ليست اختيارية عادة ليست اختيارية يعني الإنسان دا يمشي فجأة يصير إشراقه في ذهنه أو خاطرة في قلبه هذا مو باختيار الإنسان لذلك الله سبحانه وتعالى من على عباده بأن لم يحاسبهم على الخواطر إذا كانت خاطرة سوء ما يحاسب الإنسان على خاطرته لأنه عادة هي أمر غير اختياري والمحاسب والعقاب على الأمر غير الاختياري هذا ليس من العادل طائفة الأكبر من العامة اللي هم الأشاعرة هؤلاء يعتقدون بأنه يصح العقاب على الأمر غير الاختياري يعني الله سبحانه وتعالى يأمرك بأن تطير بدون سبب بدون وسيلة ما تقدر تطير يعاقبك على ذلك لكن العدلية الشيعة يعتقدون بأن الله عادل والعقاب بل المحاسب على الأمر غير الاختياري هذا ليس من العادل واحد لون أسود يحاسب على سواد لونه ويعاقب عليه يقول هذا مو باختياري ولو عوقب عليه لم يكن من العادل وما لم يكن من العادل قبيح والله سبحانه وتعالى يتعالى عن القبح منزه عن ذلك على كل حال الخاطرة عادة غير اختيارية أكو في الحديث الشريف في أحاديث متعددة أن لقلب الإنسان أذنين هذا تعبير مجازي أذن عليه الشيطان ينفذ فيه وأذن عليه ملك ينفذ فيه بعض الأحيان تجي في ذهن الإنسان خواطر جميلة حسنة هذه من نفث الملك وأحيانا تخطر على الإنسان خواطر قبيحة هذه من نفث الشيطان الآية الشريفة التي تلوناها في أول الكلام تقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان طائف يعني الفكرة التي تطوف على الذهن الخاطرة إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون صحيح الطائف غير اختياري لكن أن تتذكر الله سبحانه وتعالى هذا باختيارك أما القسم الثاني من الناس وإخوانهم يعني إخوان الشياطين وإخوانهم يمدونهم في الغي يعني يساعد الشياطين ذاك ألقى الخاطرة فإخوان الشياطين يتلقفون هذه الخاطرة ثم لا يقصرون يعني يستمر إلى أن ينجز تلك الخاطرة بشكل عمل هذه المرحلة الأولى صحيح مو باختيار الإنسان لأن الشيطان يلقي نفثة من نفثاته في قلب الإنسان أو الملك ينفث نفثة من الرحمن في قلب هذا الإنسان هذا مو باختيار الإنسان لكن هذه المرحلة الأولى صحيح لا تحاسب عليها لا تعاقب عليها لكن مننا لازم تقطع الطريق على الشيطان من الأول لأن الإنسان إذا ترك الشيء يستفحل بعديا اقتلاع يكون صعب هذا في كل شيء سواء في الماديات أو في المعنويات أنت تغرس مثلا بذرة تبذرها هذه البذرة أو فسيل تغرسها اليوم الأول تقدر تقتلع هذه النبتة لأن ما يلها جذور في الأرض لكن إذا تركت هذه النبتة هذه البذرة تحولت إلى شجرة شجرة كبيرة ما تقدر تقتلعها أو يكون اقتلاعها صعب جدا ففي البداية تتمكن لكن إذا استمكنت يكون صعب أحيانا تحتاج إلى آلات وكثير من الأحيان يمكن تقطع الشجرة بآلة لكن الجذور تبقى أما من الأول يكون سهل في الأمور المعنوية كذلك في الأمور المعنوية من بداية الأمر واحد يقتلع هذا الشيء سهل لكن إذا استمر يكون صعب وبعض الأحيان بعد يصير شبه مستحيل في هاي المرحلة الأولى الآية تقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا من الأول هذه الخاطرة اقتلعها من نفسك فإذا هم مبصرون يرون الطريق لكن إذا واحد كان من إخوان الشياطين وإخوانهم يمدونهم في الغي لا يستمر في الخاطرة يخلي هذه الخاطرة اتهيج رغباتها اتهيج شهواتها زين إذا هاجت الرغبة والشهوة يكون اقتلعها أصعب بعدين إذا في هذه المرحلة هم الإنسان يضبط نفسه هم لا بأس لكن إذا لم يضبط نفسه يوصل إلى مرحلة أنه زين مو زين أتوب إلى الرحمن من سنتين قل في معاوية كتب إلى عمر بن العاص أنه التحق بي ولك ملك مصر كان في فلسطين ذاك الوقت معتزل الأمر لا إلى أمير المؤمنين ولا إلى معاوية زين معاوية كان يريد يستظهر برأيه لأنه كان داهية فأطمعه في ملك مصر وعمر بن العاص كان إلى رغبة شديدة في ملك مصر لأن مصر خيراتها و وسعتها هذه تثير طمع كل إنسان وفتح مصر كان على يد عمر بن العاص في زمان عمر بن الخطاب وعمر جعله واليا على مصر فذاق حلاوة الولاية على مصر في زمان عثمان عزله عثمان فمعاوية أطمعه في ملك مصر فكان متردد من الليل إلى الصبح حديث مفصل يرويه ابن أبو الحديد في شارح نهج البلاغة على ما أظن يقول في الليل متفكر إلى الصباح يتقلب يروح إلى معاوية أو يروح إلى أمير المؤمنين يعلم أن أمير المؤمنين على حق لكن فيه عدل هذا ما يستفيد من هذا العدل يريد يستأثر بالمال بالسلطة يروح إلى معاوية فيه دنيا لكن لا آخرة فيه فأمر بأن يسرج فرسه راح إلى الفرس تردد رجع راح رجع راح رجع كم مرة راح رجع فابنه يقول إلى أن قال بيتا يقول لما قال بيت قلت قد ذهب الشيخ إلى معاوية تفصيل هناك فيه الكتاب موجود فهو هذه الرغبة سببت أنه لا يتمكن من أن يقلع من نفسه عمل القبيح زين هاي المرحلة الثانية إذا صار رغبة في النفس أيضا هناك أحاديث روايات تبين للإنسان كيفية التخلص منها وإذا وصل إلى المرحلة الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة حتى إذا وصل إلى العمل أيضا الطريق مفتوح للرجوع بالتوبة والإنابة وما إلى ذلك هذه بحوث أخرى لكن الآن كلامنا حول المرحلة الأولى اللي هي الخاطرة أو حسب الآية الشريفة طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون هاي المرحلة الأولى الخاطرة هذه صحيح غير اختيارية لكن بيد الإنسان مقدماتها يعني أنت تتمكن من أن تفعل شيئا اللي تجي في ذهنك الخواطر الحسنة لا تأتي في ذهنك الخواطر السيئة يعني أنا أمثلكم فهذا مثال بسيط جدا هل خطر في بال واحد مننا أي واحد مننا الحاضرين وغير الحاضرين خطر في بالنا يوم من الأيام أن نذهب على حاوية القمامة وأن نأكل من هذه الحاوية هذا العمل لا نفعله الزبالة واحد يفكر أنه يذهب إلى الزبالة ويشوف مثلا هناك بعض الأطعمة ملقات في درام الزبالة حسب تعبير البعض ويأكل منها هل خطر في بالنا لا ما يخطر في بالنا هذا ليش لا يخطر في بالنا هذا هم خاطر واحد يخطر في باله أن يفعل المعصية الفلانية أن يستمع إلى أغنية والعياذ بالله مثلا أو ينظر إلى امرأة جميلة نظر محرمة مثلا كذا قد يخطر في باله هذا لكن لا يخطر في باله هذا المثال الذي مثلنا لماذا لا يخطر في باله لأن الإنسان قبح هذا العمل منكشف له أنت تعلم بأن هذا العمل قبيح هذا العمل في مضرات هذا العمل لا يناسبك لذا لا يخطر في بالك أكفة بحث هذا بين قوسين نذكره حول العصمة واحد يسأل يقول إذا الأنبياء والأئمة معصومون زيان العصمة تمنعهم عن أن يرتكبوا المعاصي شنو فضيلتهم علينا إحنا هم لو شننا معصومين لم نكن نفعل المعاصي إذا واحد يفسر العصمة بالجبر أن المعصوم مجبور لا يتمكن من فعل المعصية إذا هالشكل يفسر العصمة عد يجي هذا السؤال لكن العصمة ليس بمعنى الجبر يعني الأنبياء والأئمة ليسوا مجبورين تكوينا أن لا يرتكبوا المعصية لا يتمكن لكن العصمة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حبى هذا النبي أو هذا الإمام بملكة نفسانية بحيث انكشف له قبح المعاصي هذه المعصية قبيحة يرى قبحها مو أنه لا يرتكبها فقط وإنما أصلاً لا يفكر فيها لا تخطر في باله حتى إحنا بالنسبة إلنا إذا جاز التعبير بالنسبة إلى بعض المعاصي إلنا هذه الحالة بالنسبة إلى بعض المعاصي مثلاً واحد يأكل النجاسات هذا محرم من الحرام أن يأكل على الإنسان النجاسات زيان إذا هذه النجاسات كانت من القاذورات إحنا نفكر في أكلها لا ليش لأن قبح هذا العمل منكشف لنا لذا حتى لا نفكر فيه أما المعصية الفلانية قبحها ليس منكشفاً لنا لذلك قد نرغب فيها يمكن واحد من المؤمنين يمنع نفسه لكن يرغب إلى رغبة لكن لإيمانه لا يمنع نفسه والبعض هم إيمانا ضعيف يرتكب لأن قبح هذا العمل مو منكشف عنده المعصومون عليهم الصلاة والسلام جميعاً قبح جميع المعاصي منكشف لهم لذلك لا يرتكبونه مع تمكنهم من فعل ذلك على كل حال سنرجع إلى موضوعنا الإنسان المرحلة الأولى لازم يسد الباب على الخواطر الشيطانية كيف يغلق الباب عليها هاي المرحلة الأولى أصلاً قبل ما تصير نبتة مو أنه نبتة ويقتلعها الآية الشريفة تقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ذكر الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان يكون ذكر الله عز وجل في بال دائماً هذه الخواطر لا تأتي ولو فرض أنها أتت يصرف نفسه عنها أكو في حديث شريف يجى واحد عند رسول الله صلى الله عليه وآله وقال للرسول نص كلامه هكذا جاء رجل فقال إني نافقت صرت منافق الرسول شنو قال له قال له والله ما نافقت ولو نافقت ما أتيتني المنافق لا يأتي ويقول أنا منافق إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون المنافق هم يجي يقول الآن لمنافق فحينما أنت أتيت وقلت إني نافقت والله ما نافقت ولو نافقت ما أتيتني بعدين الرسول صلى الله عليه وآله يقول له إن الشيطان أتاك إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقو عليكم فأتاكم من هذا الواجه لكي يستزلكم فإذا كان كذلك فلتذكر الله وحده الشيطان إجاء هذا المختصر الحديث ذكرته الشيطان إجاء قال له من خلقك في الحديث موجود فقال الله زين قال له من خلق الله ألقى شبهة في ذهنه فهذه الشبهة إجاء في ذهنه فإجاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وقال إني نافقت مع أن هذه الشبهة هي شبهة سخيفة جدا لأنه الشيء الذي لم يكن موجود ثم وجده يحتاج إلى من يوجده لأن بضرورة العقل وجود الشيء صدفة بدون علّ هذا محال أنت أي شيء تشوفه تسأل أنه من صنع هذا لأنه تدري أنه لم يكن ثم كان هذا البناء تدري أنه لم يكن ثم كان صدفة صار ما يصير لازم يكون فد بناء فدمهندس صنع هذا البناء أو أي آلة أو جهاز تشوفه تدري أنه لم يكن ثم كان العقل يقول الشيء الذي لم يكن ثم كان يحتاج إلى صانع لكن الله سبحانه وتعالى ليس هكذا لم يكن ثم كان حتى تسأل أنه من خلقه الله سبحانه وتعالى أزلي يعني لم يسبق وجوده العدم مو أنه لم يكن ثم كان حتى تسأل عن هذا السؤال وإنما كان أزلا ليس له بداية هو الأول يعني لا بداية له بس هذا فاتبحث اعتقادي بين قوسين نذكرة الماديون الذين لا يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى هكذا كانوا يقولون في البداية العالم وجد صدفة بس بعديا التفتوى أنه هذا كلام جدا سخيف هذا العالم بهذا النظم وهذه الدقة وهذه القوانين الذي لحد الآن العلم متحير في دقة ونظم العالم لا يمكن أن يوجد صدفة فاضطروا وشنو يقولون يقولون أنه المادة قديمة المادة لا بداية لها يعني بداية لما يقولون الله لا بداية له قالوا المادة لا بداية له زيان عدد يصطدم هذا كلامهم أنه المادة لا بداية له هم يقرون أن المادة لا شعور لها لا عقل لها زيان الشيء الذي لا شعور له ولا عقل له كيف تحول إلى هذا النظام الدقيق يعني الآن الماديين والإلهيين يعتقدون بوجود شيء قديم يعني لا بداية له إما المادة إما الله سبحانه وتعالى المادة لا يعقل أن تكون ذلك الشيء القديم لأنه لا عقل لها لا شعور لها لا حياة لها فكيف تحولت إلى هذا النظام الدقيق إذا تقول لها عقل لها شعور لها كذا لها إدراك هذا يصبح هو الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الذي له إدراك له حياة له وجود له إرادة فالرسول صلى الله عليه وآله شنو يقول لهذا الشخص إن الشيطان إجاك من قبل الشهوات لم يقو عليك إجاك من طريق الشبهات لأن هي إما شهوات وإما شبهات إذا إجتك هذه الحالة اقطع الأمر من الأول تذكر تذكر الله سبحانه وتعالى أنت تشوف أنه الإنسان الذي يحضر المجالس أكو بعض الناس يحضرون المجالس بعض الأحيان واحد يقول هذه المجالس مكررة زين كل ما نذهب إلى المجلس ما نستفيد شي جديد مكرر مثلا البعض يقول أنه هذه المكررات دائما سامعيها شنو الفائدة في الاستمرار في سماعها طبعا على الخطبة أن يأتوا بالجديد لكن حتى المكرر هذا يسبب للإنسان ارتكاز يسبب للإنسان حالة في ذهنه الله سبحانه وتعالى لماذا أمرنا بالصلاة في كل يوم مو مثل النصارى في يوم أحد يرحون إلى الكنيسة أنت كل يوم لازم تصلي والصلواتها مو مجموعة في وقت واحد مقسمة ومفرقة على الأوقات عندما تستيقظ من المنام تصلي في وسط النهار أكو صلاة في أخير النهار أكو صلاة وبعدين صلوات نوافل ومستحبات وكذا زين مكرر أنت كل يوم تقرأ سورة الحمد هذا مكرر كل يوم تركع مكرر كل يوم تسجد مكرر شنو هذا التكرار زين هذا التكرار يصنع النفسية والأرضية التي يقف عليها الإنسان بحيث أنه لا ينحرف هذه تمنع الإنسان من الانحراف على الإنسان أن يحضر المجالس مو فقط يخصص المجالس في محرام أو في شهر رمضان الكريم دائما ولله الحمد في كثير من المناطق أكو دائما مجالس الإنسان في بيته يخلي مجالس حسب ما يعبر عن في بعض البلدان بالعادة الأسبوعية أو الشهرية هم لنفسي هم لأولاده يصطحب معه أولاده أكو بعض المآتم والمجالس تمنع استحاب الأطفال الصغار لأنه يثيرون الضوضاء مثلا أو كذا يشوشون على الأذهان وهذا خطأ وخطأ كبير لأن هذا الطفل هو من اليوم الأول يحضر في هذه المجالس شخصيته تتكون بالشخصية الدينية إذا عدنا في الحديث الشريف أطفالكم الصغار علموهم على الصلاة عندك طفل صغير علم على الصلاة عمره صار سبع سنوات علم حتى في بعض الأحاديث اضربوهم على الصلاة لسه مضر مبرح يعني لا يعني مقصود أنه اجبر على الصلاة خلي صلي مو أنه تقول هذا مبالغ خمو واجب علي الصلاة زيان هذا إذا ما يصلي صار عمر 15 سنة الآن تقول صلي خو صعب علي أو في بعض المجتمعات الطفلة الصغيرة لا يعلمونها على الحجاب زيان هذه عندما تكبر تقول تعال تحجب يكون صعب عليها لكن إذا هي متعودة على شيء من شبع على شيء شاب عليه فالحضور في المجالس وتأسيس المجالس باستمرار هذه تكون أرضية فكرية مناسبة للإنسان هذه الأرضية الفكرية المناسبة تتحكم بشخصية الإنسان إلى أخير حياته وكذلك بالنسبة إلى الزيارة واحد يزور مرة في حياته جيد لكن إذا الإنسان يتمكن دائما يزور إذا إمكانيات المالية تسمح لذلك هسا ما يتمكن الزيارة في بلد نائي في البلد القريب أو في بلد إذا أكو مزار يزور لأن هذه الزيارة تسبب أنه نفس الإنسان يصير فيها إشعاعات نورانية من الله سبحانه وتعالى لذلك التكرار باستمرار حتى لو تكرار هذا يؤثر حسب ما يعبر عنه علماء النفس بلا وعي الإنسان الإنسان عنده وعي وعنده لا وعي صفحة الذهن صفحتين أكو صفحة تسمى الوعي يعني الأشياء اللي الإنسان يتذكرها هذه تتحكم فيها الأهواء والرغبات والشهوات والأفكار والاستدلالات صفحة الوعي أكو صفحة تسمى اللا وعي هاي صفحة اللا وعي لا تتحكم فيها لا الشهوات ولا الآراء ولا الأفكار والإنسان غير ملتفت إليها لكنها تحرك الإنسان وهذه تحريكها للإنسان أكثر من تحريك الوعي اللا وعي حتى أكو في علم النفس باب واسع في علاج الأمراض النفسية كثير من الأمراض النفسية سببها وجود شيء في لا وعي الإنسان كمثال بسيط تشوف مثلا بعض الناس هو إنسان كبير يخاف من حشرة أو يخاف من قطة حسب تعبيرنا البزونة إنسان كبير يشوف بزونة يخاف وهو يعلم بأنها لا تثير الخوف يدري يعني عقله ووعية يقول أنه هذا شيء غير مخوف ما يخوف بس مع ذلك يخاف شنو من أسباب يقولون أسباب أنه هناك شيء في لا وعية في نقطة اللا وعي هذا مثلا أن من كان طفل صغير مثلا ظهرت قطة أمامه فاخترع خاف هذا الخوف صار في لا وعية فكلما يرى ذاك اللا وعي خوفه مع أنه عقلا يدري أنه لا يخوف شايفين بعض الأشخاص خاصة النساء يخافون من هاي الحشرة اللي تسمى المردانة لدينا ما أدري شو نسموها بنت وردان يخافون مع أنه يدرون أنه غير مخوف تدري يعني عقلا تعلم بأنها غير مخوف ليش تخاف منها لأن هي لومة صغيرة أمها مثلا أو كذا خوفتها منها فهذا هذا صار في صفحة لا وعي ومن العلاجات النفسية أنه الخبير النفسي الطبيب النفسي يدخل في صفحة لا وعي الإنسان يخرجها من اللا وعي إلى الوعي إذا اجت إلى مرحلة الوعي تنتهي هذا يعبرون عنها عقد نفسية وما إلى ذلك زيان الإنسان اللي دائما يصلي دائما يحضر المجالس دائما كذا دائما كذا هذا الإنسان يصير في لا وعي طبق هذه اللا وعي تحرك إحنا هذا الشي شفناه في العراق بوضوح أكو ناس من الشيعة غير متدينين في كل مجتمع أكو ناس متدينون وغير متدينين في كل المجتمعات فأكو ناس من الشيعة غير متدينين في الحرب الطائفية اللي صارت في العراق زين الطرف الآخر يرتكب مجازر تندى لها جبين الإنسانية ذول الناس غير المتدينين اللي مو ملتزم لا بصلاة لا بصوم لا بكذا ذهبوا إلى القتال مع هؤلاء ما يرتكبون جرائم هو إنسان مو ملتزم لكن ما يرتكب جرائم ما يغدر لا يتعدى على الأعراض لا يفعل كذا لا يفعل كذا ليش هو مو متدين مو مهم بالنسبة إله لكن أكو فد لا وعي عنده حاضر بالمجالس الحسينية هو صغير ويأم على كل حال شايف سيرة أهل البيت سامعها ام سويت لطبقة في لا وعيه أن هذه الأعمال مو زينة ما تليق بنا ما تليق بالإنسان الشريف هو مو متدين لكن هذا اللا وعي يمنعه عن الجرائم أما الطرف المقابل من هو صغير شاف أنه خالد بن الوليد فعل كذا فلان فعل كذا فلان فعل كذا تشكل في لا وعيه أن هذه الأعمال حسنة فلذا لا يصل إلى مكان إلا ويرتكب أي نوع من أنواع الجريمة لأنه لا وعيه بشكل آخر أما هذا هو مو متدين لكن لا وعيه بطريقة تنسجم مع الفكر الإسلامي فإذن على الإنسان أن يحضر المجالس يقول مكرر ما مكرر هذا كلام سخيف حتى لو مكرر أنت صلاتك هم مكررة وأترك الصلاة ليش تكررها كل يوم ذكر الله سبحانه وتعالى ليش دائما تذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الله مكرر لأن ذكر الله سبحانه وتعالى إضافة إلى الجهات الغيبية والمعنوية ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذه الجهة أيضا موجودة أنه يصنع لا وعي للإنسان إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان خاطرة تذكروا إذا تذكر فإذا هم مبصرون لكن وإخوانهم يعني إخوان الشياطين يمدونهم في الغي يعني الشيطان ينفث يهمز فهذا يستمر ينتقل إلى المرحلة الثانية والثالثة ثم لا يقصرون يعني عملا يوصلها إلى المرحلة العملية هذه الخاطرة الشيطانية يوصلها إلى المرحلة العملية هذه هي المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الخاطرة أما المراحل الأخرى كيف الإنسان يتعامل معها هذا يحتاج إلى بحث آخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوافقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وأن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن يكف عنكم وعنا جميعا شر الأشرار بحق محمد وعاله الطاهرين تسكي النفوس بأعبق البركاتي تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أن تتقلاب